يالا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم الجماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية رجعت لكم بالجزء الرابع من سلسلة أفلام خارج الصندوق السلسلة اللي نختار فيها مجموعة أفلام بأفكار جديدة ومفاهيم مختلفة أفلام مميزة أفلام تضبط المظبيط كذا أفلام خارج الصندوق يا أخي خلاص فلما تبعت الأجزاء اللي قبل هذه أنصحك تاخذ لفة على قناتي بتلاقي قائمة تشغيل كذا اسمها خارج الصندوق حتعجبك وشكرا شكرا يا جماعة على تفاعلكم الرهيب أنتم أنتم مع الرهيبين إيش أسوف أحب I love you I love you طبعا عشان لا يكترى الكلام عزيزي الوجيه لايك حلو من صوابعك الحلوة واشتراك لو منت مشترك وفعل جرس التنبيهات وخلينا نبدأ الفيلم الأول V for Vendetta واللي صدر عام 2005 remember remember the fifth of November the gunpowder treason and blot I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgotten رضيح أن نتحمس تاب بعد ما تتابع الفيلم هذا عزيزي الوجيه ممكن ممكن تنسى أشياء معينة ومشاهد بسيطة لكن صدقني هذه العبارة ما راح تنساها أبدا remember remember the fifth of November بالإضافة إلى عبارات كثيرة ملهمة في هذا الفيلم اكيد انكم تفشتم من هذا القناع وانتشاره في الانترنت سواء زمان او الحين ويمكن معظمكم يعرفوا على انه مجرد قناعه بس او انه مجرد قناع يمثل الهاكرز او المنظمات المجهولة ولكن القصة الحقيقية لهذا القناع مختلفة تماما القناع هذا لشخصية حقيقية كانت موجودة قبل حوالي 400 سنة القناع هو محاكاة لوجه الثائر الشهير غاي فوكس وعلشان تقدر تستوعب قوة وجمال وروعة هذا الفيلم لازم احكي لك قصة غاي فوكس على السريع غاي فوكس كان شخص قوي وذكي وصاحب بنية جسدية قوية وبرضه كان متدين وخدم الكنيسة لسنوات كثيرة كان عنده مبادئ معينة يؤمن فيها ويحترمها جدا ولا يرضى اي احد يدوس لها على الطرف وفي سنة من السنوات وبالتحديد سنة 1605 حصلت مؤامرة شهيرة اسمها مؤامرة البارود وكان غاي فوكس جزء من هذه المؤامرة بهدف من هذه المؤامرة كان اسقاط الحكومة الانجليزية وقتها لانه في هذه الفترة الحكم الانجليزي كان يعذب ويضطهد ويستضعف المتدينين او اهل الكنيسة بالتحديد سواء بسجنهم او تعذيبهم او قتلهم او تشريدهم فجاء غاي فوكس ومعه مجموعة من الشباب الثائرين يقال انهم سبعة اشخاص او ثمانية وبطريقة ما قدروا انهم يهربون كميات هائلة من البارود الى اسفل مبنى البرلمان بحيث ينتظرون اجتماع اعضاء الدولة داخل هذا المبنى ويفجرونهم ويتخلصوا منهم بالكامل ويسقطون هذا الحكم الظالم واللي كان مسؤول عن اشعال النار وتفجير هذا المبنى كان هو غاي فوكس وجاءت الليلة المنشودة وظل غاي فوكس منتظر ومنتظر اللحظة المناسبة علشان يشعل البارود ويفجر المبنى لكن قبل لحظات من اشعال البارود تمت خيانة غاي فوكس من شخص مجهول وتم القاء القبض عليه قبل ما تتم عملية التفجير وتم تعذيبه وتم سجنه لفترة طويلة وبعدها تم اعدامه وامرة البارود هذه يا جماعة كانت يوم 5 نوفمبر سنة 1605 يعني قبل حوالي 400 سنة هي تخيل معايا انه من 400 سنة وإلى يومنا هذا ما زال اليوم الخامس من نوفمبر يعتبر يوم تاريخي ومهم ويحتفل فيه بعض من دول اوروبا ناس تحتفل فيه كمجرد احتفال والعاب نارية وناسة وناس تحتفل فيه تمجيدا لهذه الواقعة اللي انتهت بموت بطلها دون موقوعها وعبدو حريقة يحسب ان القناع هذا حق واحد هكر ويحطه كذا على انه هو هكر وقاعد يحرق علينا والمهم انه فيه ناس فعلا يعني ما هم عارفين يستلفت هذا القناع وانا كنت واحد منهم للامانة طبعا القصة هذه قصة غاي فوكس واللي ملامح هذا القناع مستوحاه من وجهه البعض ممكن يعتقد ان قصة الفيلم هي اعادة احياء لقصة غاي فوكس ومؤامرة البارود ولكن هذا الكلام غير صحيح الفيلم خيالي ومأخوذ احداثه من قصص مصورة ولكن بطل الفيلم في او الثائر تبنى حكاية ومبدأ غاي فوكس الثوري في مخططه العظيم وقرر انه يحاول يسقط الحكومة الدكتاتورية البريطانية بقناع غاي فوكس الشهير وعبارته الشهيرة خلف هذا القناع يوجد فكرة والافكار لا تموت كل اللي اقدر اقول لكم ان هذا واحد من افلامي المفضلة سواء من ناحية القصة وبناءها الرهيب وتجسيدهم المرعب للطغيان والدكتاتورية والاجواء المظلمة اللي تخلفها او تتركها وراءها سواء وسط الشعوب او وسط المدن وازقتها كلكوم واداء وتمثيل البطلين ناتالي بورتمن وهوغو ويفين كوم ثاني اقول لك شيء لازم تتابع هذا الفيلم الفيلم حصل على تقييم 8.2 من 10 ومناسب لمن هم فوق 18 سنة سبب انه في مشاهد عنيفة ودموية واشياء ثانية الفيلم الثاني كابتن فانتاستيك واللي صدر عام 2016 فيلم كوميدي ودرامي مرة رهيب مرة رهيب الفيلم هذا يا جماعة اذا انت تحب الدراما بتنبسط عليه فيلم فعلا خارج الصندوق وهذه العائلة بكبرها عائلة بن خارج الصندوق بحد ذاته انا وانت عزيزي الوجيه ومعظم البشر عايشين داخل النظام العالمي ارضينا ولا كرهنا احنا داخل النظام العالمي وغرقانين فيه كمان نعيش في بيت زي ما كل الناس عايشة في نفس البيت ونفس الستايل نكبر ونتربى فيه نتعرف على جيران وعلى اصدقاء نروح كافيهات ونصور سنابات وناكل ونشرب في المطاعم المعروفة ندرس ونتعلم ونستقل علم من المدارس وندخل الجامعة ونتخرج ويمكن احيانا نتخصص ونا يكون ايش كذا هبد في هبد ما نختاره بانفسنا واخيرا ينتهي بين المطاف موظفين تحت رحمة الراتب اللي لو انقطع عننا راح نروح في ستين داهية او اذا كنا مرة محظوظين راح ينتهي بين المطاف تجار او اصحاب مشاريع او مشاهير ومن ذا الكلام نتزوج ونخلف ونترك شقة عمرنا الابناءنا ونحرص اننا نخليهم يمشون في نفس هذه الدائرة اللي عشناها وفي النهاية نموت وعلى المقبرة وانتهت حياتنا هذه هي دائرة الحياة اللي النظام العالمي صممها لي يا ولت لو حاولنا انا وانت نخرج من هذه الدائرة على طول المجتمع كده بيكشر انيابه علينا على كل حال في هذا الفيلم بين وابناءه الستة وزوجته قرروا انهم يعيشون بطريقتهم ويتركون النظام العالمي بكبر وراهم ويعيشون باسلوبهم وفلسفتهم الخاصة مدرسة لا احنا ندرس عيالنا ونعلمهم بانفسنا ومو اي شي نعلمهم الشي اللي نشوف انهم فعلا يحتاجون يتعلمونه نعلمهم الشي اللي يخليهم اقوياء في وجه الحياة اكل مطاعم لا نصيد اكلنا وناكلوا بانفسنا نعيش وسط المدينة وضجيجها سلامات يا عمي لا نعيش في غابة وننام في بيوت من صنع ايادين هذه هي الحياة والفلسفة اللي قرر بن وزوجته يعيشوها مع ابناؤهم في هذا الفيلم فهذا الفيلم راح نتعرف عليهم وعلى اسلوب حياتهم المميز وليش بدأوا وكيف تبنوا هذا المبدأ وكيف راح يواجهون المجتمع بعد فترة طويلة من انقطاعهم عنه ما راح اقدر اقول لكم ان حياتهم مثالية او لا اكيد فيها ثغرات وعيوب كثيرة ولكن على الاقل حياة مميزة ومختلفة للامانة وبعد ما تابعت الفيلم صراحة جاني فضول اني اجرب هذا النوع من الحياة كذا ودي اروح بعيد عن التكنولوجيا وبعيد عن ضجيجة وصخب المدينة بعيد عن كل مشتتات الحياة كذا الواحد يقرأ له كتاب برواقان ويتأمل الطبيعة وجمالها من حوله اوكي ما هو على طول ولكن يعني كذا شهر شهرين سبوع انا عارف اشكالنا احنا مع الغرق هذا اللي احنا غرقانينه في التكنولوجيا يوم كويس لو قدرنا نصبر نفس الحياة ذي يوم واحد كويس فيلم جميل للامانة واستمتعت بمتابعته والاداء والكتابة القوية للنص والجرأ اللي قدمها وطرحها الكاتب كفيلة انها تخليك تستمتع بهذا العمل الرهيب والغير اعتيادي الفيلم حصل على تقييم 7.9 من 10 يعني 8 ومناسب لمن هم فوق 18 سنة لانه في مشاهد ناس اللابسين من غير هدوم من فاهمين عليها فقد تكون المشاهد هذه غير لايقل بعض المشاهدين فغير كذا ما في اي شي ثاني تحب الدراما تحب تتابع شي جديد لا يفوتك هذا الفيلم الفيلم الثالث The Butterfly Effect او تأثير الفراشة واللي صدر عام 2004 سبقه اتكلمنا عن فيلم يناقش هذه الفرضية كجزء من فكرته وهو فيلم Mr. Nobody ولكن هذا الفيلم ناقش فرضية تأثير الفراشة في شكل كامل وطول مدة الفيلم في مقولة عبثية تقول انه اي شي بسيط في هذه الحياة هو جزء من حدث رح يحصل في مكان ثاني مثل رفرفة الفراشة في شرق الارض يوم الاحد قد تكون سبب في حدوث اعصار في غرب الارض يوم الاثنين سقوط مسمار صغير في وسط الشارع اليوم قد يكون سبب في انقلاب حافلة مليانة بالركاب بعد خمسين سنة صفعة على وجه طفلك اليوم قد تكون سبب في جريمة قتل رح يرتكبها لما يكبر ونقدر نطرح عمثلة كثيرة على تأثير الفراشة في هذا الفيلم البطل يلقى بين يدينه قوة غريبة وهي انه يقدر يرجع بالزمن الى نقطة محددة ويغير احداثها وبعدها يرجع للحاضر ويشوف ايش اثر التغيير البسيط هذا اللي سواه يعني خليني اضربكم مثال مثلا فيني ابوي اشترى لي كرسيدة تسعين وانا في الثانوي وحصلي حادث في هذه السيارة مرة الايام وعدت الحياة وكل شي خلاص تمام والحين انا موظف ومتزوج وعندي طفلة اسمها جوت لو رجعت بالزمن وخليت ابويه مثلا يشتري لي بدل السيارة سيكل ورجعت مرة ثانية للحاضر بلقى نفسي مثلا تاجر كبير وصاحب محل بيع سياكل من اشهر شركات بيع السياكل العالمية ومتزوج وعندي بدل الطفلة اربعة لا وعايش في اوروبا مدري ليش كده بس تغيير بسيط صار في حياتي حاس الدنيا كلها اللي ابغى اوضح لك ان تغيير بسيط في ذكرياتك القديمة راح يترك اثر غريب وكبير في حاضر قد يكون سلبي قد يكون ايجابي وهذا هو المقصود بتأثير الفراشة تأثير بسيط جدا ولكن اثره عميق وضخم وهذا اللي حصل مع بطل القصة ما انفع حكيلكم احداث الفيلم وتعمق في تفاصيله للامانة لانه متعة تكمن في عنصر المفاجأة الفيلم كان مرة قوي للامانة وركز على جانب الذكريات البسيطة في حياة الانسان وهو صغير وكيف انها عنصر اساسي في تكوين شخصيته على كل حال هذا هو الفيلم وانتبه لا تغلط وتابع الاجزاء الثاني من الفيلم الجزء الاول منه كان مرة قوي الجزء الثاني والثالث كانت مرة خربوطة وكلام فاضي فتابع الجزء الاول اللي نزل سنة 2004 واسحب على البقية الفيلم حصل على تقييم 7.6 من 10 ومناسب لمن هم فوق 18 سنة فقط لانه في مشاهد عنيفة ودموية وكمان مشاهد غير لائقة الفيلم الرابع لمتلس واللي صدر عام 2011 قلت سمعتم عن اسطورة العشرة بالمئة احد سمع فيها يا جماعة طيب تقول هذه الاسطورة انه الانسان فقط يستخدم عشرة بالمئة من قوة دماغه وبالرغم من هذه النسبة البسيطة الا انه الانسان قدر يخترع وقدر يصنع وقدر يبني وقدر يحرث الارض وقدر يسوي اشياء كثيرة عملاقة باستخدامه فقط للعشرة بالمئة من قوة عقله الفيلم هذا ايش يقول لك طيب لو الانسان قدر يستخدم مئة بالمئة من قوة دماغه ايش راح يصير ايش ممكن يسوي اذا عشرة بالمئة من استخدام البشر لأدمغتهم عملة المصائب تكنولوجيا وناطحات استحاب ومعادلات رياضية وفيزيائية واختراعات عظيمة ايش بيصير لو الانسان استخدم مئة بالمئة من دماغه تقولها الاسطورة برضه انه الانسان لو قدر يستخدم مئة بالمئة من قوة عقله ممكن يحل مسائل رياضية عاجز عن حلها المليارات ممكن يحرك اشياء كثيرة عن بعد ممكن يلقى اجابات محد غير ويقدر يجاوبها ممكن يالف كتاب كامل في يوم وليلة ممكن يتخرج طبيب في اسبوع امثلة كثيرة مطروحة في هذه الفرضية على كل حال وعشان لا تتحمسون معايا يعني الى يوما هذا فرضية العشرة في المية مجرد اسطورة بالنسبة لكثير من العلماء والباحثين ولا في اي دليل لصحتها لا تروح لحين المطبخ وتحاول تحرك الخلاط كذا من بعد ما راح يتحرك ما في شيء مثبت اهجد ركز وتابع الفيلم بس المهم في هذا الفيلم البطل كان عايش حياة رتيبة جدا فاشل ولا هو قادر ينجز اي شيء في حياته ولكن فجأة يطيح له على حبة صغيرة الحبة هذه كلها وبطريقة ما يتحول الى انسان عبقري قادر على استخدام مئة بالمئة من قوة دماغه حياته تنقلب رأسا على عقب كل شيء كان يشوفه مستحيل يصير مرة تافه وبسيط ويسويه في رمشة عين الى الان اوكي القصة كويسة ولكن اكيد لكل شيء ضريبة مستحيل يصير عبقري ببلاش كده لازم شوية اكشن لازم شوية كذب لازم شوية بهارات تخلي الفيلم كده ممتع فيب هنا يجي دور اعراض الحبة اللي اكلها والمشاكل اللي تبدأ تلاحق بطل القصة الفيلم مرة رهيب يا جماعة وممتع وراح يشدك باحداثه وفكرة الغريبة ولا اخفيكم يعني بطبيعة الحال كلنا بعد ما نشوف الفيلم بنقول يا شيخ لو الحب هذه موجودة صدق كان حلت مشاكلنا كلها ايه والله وفي فيلم ثاني يناقش نفس هذه الفرضية بس صراحة ماهو بنفس قوة هذا الفيلم وهو فيلم لوسي من بطولة سكارلت جونسون يقدرون تشوفونا الفيلمين كلها جميلة وممتعة بس من ناحية قوة القصة وبناءها فيلم لمتلس يتفوق على فيلم لوسي بنسبة كبيرة الفيلم مناسب للمشاهدة العائلية مع الانتباه لجزئية انه مناسب لمن هم فوق 13 سنة اما فيلم لوسي فهو مناسب لمن هم فوق 18 سنة تقييم فيلم لمتلس 7.4 من عشرة وتقييم فيلم لوسي 6.5 من عشرة وجدير بالذكر برضو انه فيلم لمتلس نزل منه مسلسل من موسم واحد ويفترض انه مكمل لأحداث الفيلم وللأمان انا تابعت منه كم حلقة وقفلت ومرة ما عجبني ولا شدني يعني وكية فكرة الفيلم حلوة ممتعة بس انك تحول هالمسلسل مش للدرقاتي بقى الفيلم الخامس والاخير فيلم ان تايم واللي صدر عام 2011 عشان اختصر عليكم بس الفيلم كفكرة مرة رهيبة مرة عبقرية وغير مألوفة بس كان يحتاج له شوية تعزيز في جانب القصة والأحداث والكاتب للأمانة ما هو سهل كمان راح تتفاجأون لو قلت لكم انه نفس الكاتب اللي كتب فيلم ذات رومان شو يب هو بكل حالة جماعة الفيلم مرة ممتع بالرغم من ضعف كتابته ما هو ضعيف مرة بس يعني كده فيلي شوية ما هو مرة بيرفك ويصلوا احتتابعوا كده مع الشلة يغلق لكم الليلة مرة رهيبة غير انه بيخليك كده في بعض لحظات الفيلم مرة مركز ومتوتروا على عصابك قصة الفيلم في المستقبل البعيد قدر البشر اخيرا انهم يكتشفون حل الخلود والبقاء على قيد الحياة لملايين السنين وكمان قدروا انهم يحافظون على جانب الشباب بمعنى ان البشر في هذا الفيلم اعمارهم توقف عن الزيادة بعد سن 25 سنة وكمان فيه ساعة في يدهم الساعة هذه تعطيهم 360 يوم اضافية بعد ما يوصلون الى سن 25 سنة ويفترض انهم يموتون بعد هذه السنة الاضافية يعني يوصل عمره 25 خلاص بعدها سنة وتموت واضح من طريقة كلامي انه فيه الا لو الا لو قدروا انهم يشتغلون ويشترون رصيد اضافي لحياتهم يلا يا جماعة انا بروح اشتغل في هذاك المصنع واخر اليوم يعطوني كده اسبوعين اضافية لعمري ولا يلا انا بسافر للمالديف بس ما فيه فلوس الفلوس معادلها قيمة هذيك الايام بسافر مقابل اني ادفع 100 يوم من رصيد عمري وعلى هالحال ويبدأ الموضوع يتشاعب ويتعقد ويصير عليه تفاصيل ثانية فيه اعصابات وفيه مافيا وشوية اكشن وشوية فساد وخرابيط ثانية والاكيد من فكرة الفيلم كان لابد انه ما يتم اقحام الطبقية في الموضوع ومن له الحق في الحياة ومن ليس له حق بلا 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 احب الاكشن والاثارة والخيال العلمي فيلم ان تايم لا يفوتك تقييم الفيلم 6.7 من 10 وشخصيا اشوف انه يستحق 7 من 10 مناسب للمشاهدة العائلية مع مراعاة جانب انه مناسب لمن هم فوق 15 سنة انه فيه يعني وكذا واخيرا الفيلم السادس او الفيلم الشطحة اللي هو ماهو خارج الصندوق يعني كذا توصية اضافية فيلم The Secret in Their Eyes او The Secret to Disosahos واللي صدر عام 2009 وهو فيلم ارجنتيني مرة 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 رهيب بالذات اذا انت تحب افلام الجريمة والتحقيق البوليسي هذا الفيلم بيكون فيلم صعب انك تنساه صدقني بتحطه ضمن قائمة افضل افلام بوليسية تابعتها وهذا ثاني فيلم ارجنتيني اتابع بعد فيلم Wild Tales بس حقيقة يا جماعة الارجنتين ما رماهم سهلين اذا هذه الفيلمين الوحيدة اللي تابعتها لهم انا متأكد انه باقي عندهم شيء كثير يقدمونه او سبق وقدموه لسه ما تابعت على كل حال هذا الفيلم روعته ما تكمن في فكرته بل تكمن في تفاصيل قصته جريمة قتل مرعبة وشنيعة تحصل في الارجنتين ويتم البدء في التحقيق فيها ولكن الفساد في المنظمات الحكومية والعسكرية يدخل في هذه القضية والعدالة كمان تحاول تشوق طريقها رغم انفى الفاسدين والحب كمان يلقالوا مكان ما بين هذه الفوضى والجرائم لو بحكي لكم قصة الفيلم ما رح تشدكم صراحة ولكن عنصر التشويق والاثارة والمفاجآت هي اللي بتلعب دور مهم في هذا الفيلم تبغاني اقنعك بالمرة الفيلم موجود ضمن قائمة افضل 250 فيلم وتقييم 8.2 على موقع ايم دي بي ومصنف لمن هم فوق 18 سنة لاحتواء على مشاهد دموية وعنيفة وكمان مشاهد جثث غير لائقة ومؤذية للعين الى احد كبير الى هنا نكون وصل لنهاية الفيديو شاركوني افلامكم المميزة واللي تشوفون انها فعلا خارج الصندوق وممكن نشاركها معاكم في الفيديو القادم من سلسلة خارج الصندوق لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لو منت مشترك وتفعيل جرس التنبيهات علشان توصلك فيديوهاتي اول باول كان معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم